تدريب هذا التدريب المقصود منه هو معرفة كيف يتم تصنيف التكاليف نوعيا أو وظيفيا أو وفقا لعلاقتها بالمنتج أو وفقا لعلاقتها بحجم النشاط فنأخذ التدريب ايش طلب مني نشوف المطلوب المطلوب قال لي اللي هو تصنيف هذه التكاليف نوعيا ووظيفيا ووفقا لعلاقتها بالمنتج ووفقا لعلاقتها بحجم النشاط إذن تبويب التكاليف يكون على أربعة أشكال إما أن يتم تبويبها نوعيا أو وظيفيا أو وفقا لعلاقتها بالمنتج أو وفقا لعلاقتها بحجم النشاط طيب نشوف كيف هيكون التبويب على بند بند بالنسبة للخشب المستخدم في تصنيع الطاولة وهو كلفته عشر آلاف ريال يعتبر إذا بوابناها نوعيا التبويب النوعي هيكون إيش لثلاث أصناف اللي هو عندي مواد أو أجور أو خدمات بالنسبة للخشب المستخدم يبوب نوعيا على أنه من المواد طيب وظيفيا الخشب المستخدم نحن نعمل في مصنع لإنتاج الطاولات أو المنتجات الخشبية إذن فإنه وظيفيا يتم تبويبه إيش ضمن العناصر الإنتاجية حيث أن التبويب الوظيفي إما أن يكون إنتاجي أو تسويقي أو تمويلي إذن بوابنا الخشب المستخدم ضمن العناصر الإنتاجية أما من حيث علاقته في المنتج المقصود فيه الخشب المستخدم فإنه يعتبر من التكاليف المباشرة حيث أنه إذا بوابنا التكاليف وفقا لعلاقتها بالمنتج حنبوابها إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة إذن يعتبر الخشب من التكاليف المباشرة طيب والمقصود بمباشرة أي يمكن تتبعها بصورة ممكنة اقتصاديا طيب غير المباشرة أي يصعد تتبعها بصورة ممكنة اقتصاديا طيب إيش المقصود بممكنة اقتصاديا أي أنه من حيث الأهمية النسبية من حيث الأتمة وما إلى ذلك إذن المباشرة من السهل جدا التعرف على أنها تدخل في العملية الإنتاجية يمكن تتبعها غير مباشرة يصعب تتبعها بطريقة مباشرة وتحميلها إيش أو تخصصها على المنتج طيب أما من حيث اللي هو تكلفة الخشب وعلاقتها بحجم النشاط فإنها تعتبر من التكاليف المتغيرة وهي التكاليف طبعا زي ما قلنا سابقا التي تتغير بتغير حجم النشاط حيث أنه كلما زاد النشاط فإن الخشب المستخدم سوف يزيد فإنه إيش يعتبر من التكاليف المتغيرة طيب ننتقل للبند الثاني وهو أجر عامل تجميع الدولاب طيب على أساس التصنيف النوعي لتكلفة أجر العامل فإنه يعتبر من بند الأجور طيب من حيث التبويب الوظيفي يعتبر إنتاجي لأنه لا يمكن أن يتم الإنتاج بدون عمال طيب من حيث علاقته بالمنتج يعتبر من التكاليف المباشرة أي التكاليف الممكن تتبعها أما من حيث علاقته بحجم النشاط فإنه يعتبر من ضمن التكاليف المتغيرة حيث أنه كلما زاد الإنتاج فإنه أجر العامل يزداد البند الثالث وهو مرتب المشرف على عمال الإنتاج من حيث تصنيفه نوعيا فإنه يعتبر من بند الأجور أما لتكاليف مرتب المشرف فإنه من إيش البنود الإنتاجية إذا تم التبويب على أساس وظيفي طيب إذا ربطنا مرتب المشرف في العلاقة بالمنتج فإنه يعتبر من التكاليف غير المباشرة ليش من التكاليف غير المباشرة لأن المشرف يشرف على جميع المنتجات وليس على تصنيع الطاولات المكتبية فقط أو ما شابه فإنه يصعب تتبع تكاليف أو توزيع تكاليف مرتب المشرف على كل طاولة على حدة وإنما يتم تحميلها بطريقة مناسبة على جميع الوحدات المنتجة بالنسبة لعلاقة مرتب المشرف في حجم النشاط تعتبر من ضمن التكاليف الثابتة حيث أنه سواء أنتجنا وحدة واحدة أو أنتجنا مليون وحدة أو لم ننتج فإنه يعتبر من التكاليف الثابت لأنه سوف يحصل على راتبه سواء أنتجنا أم لم ننتج البند الرابع هو تكلفة الكهرباء لصنع الطاولة الفاخرة يعني كل طاولة تكلف كهرباء بمقدار 50 ريال بالنسبة لتصنيف التكاليف نوعيا فإنه يعتبر من ضمن الخدمات يعني أن هذه الكهرباء تعتبر من الخدمات لإتمام العملية الإنتاجية طيب الآن عز الطالب إذا أردنا أن ننظر إلى التكلفة من حيث الوظيفة فإن التكلفة للكهرباء تعتبر من التكاليف الإنتاجية من قولي ليش لأنه تكلفة الكهرباء تعتبر داخل في العملية الإنتاجية ولا يمكن تصنيع الطاولة في هذا المصنع بدون كهرباء طيب إذا ربطنا أيضا تكلفة الكهرباء بالمنتج فإنها تعتبر من التكاليف المباشرة ليش؟ لأنه يمكن تتبعها بطريقة ممكنة اقتصاديا لكل طاولة على حدة بالنسبة أيضا لتكلفة الكهرباء وعلاقتها بحجم النشاط تعتبر من التكاليف المتغيرة ليش؟ لأنه تكلفة الكهرباء تزداد إذا زاد الإنتاج وتقل إذا قل الإنتاج أي تتغير بتغير حجم الإنتاج طيب نيجي البندل لبعده وهو إهلاك الآلات المستخدمة في الإنتاج إذا نظرنا إلى تكلفة الإهلاك فإنها تعتبر من ضمن الخدمات حيث أن الآلات تهلك سنويا بمعدلات مناسبة وبالتالي فإنها تعتبر من ضمن الخدمات المساعدة على عملية الإنتاج أما بالنسبة لتكلفة الإهلاك وظيفيا فإنها تعتبر من التكاليف الإنتاجية حيث أن الإنتاج يستهلك الآلة وبالتالي تصنف تكلفته وظيفيا أنه من ضمن البنود الإنتاجية أما في علاقة الإهلاك في المنتج فإنها تعتبر من التكاليف غير المباشرة ليش من التكاليف غير المباشرة لأننا من الصعب أن نربط الإهلاك للآلات بكل وحدة على حدة وإنما يتم توزيعها على جميع المنتجات بسلوب تخصيص أو تحميل ملائم أو مناسب ننتقل أيضا إلى العلاقة بحجم النشاط تعتبر من التكاليف الثابتة ليش عزيز الطالب تعتبر من التكاليف الثابتة؟ لأن الإهلاك إذا نظرنا أنه أنتجنا منتج واحد أو مليون منتج أو لم ننتج أي منتج فإن الإهلاك سوف يتم للآلات وذلك بسبب ما يسمى بالتقادم لهذه الآلات على مر السنوات البند الذي يليوه مرتب المدير العام تكلفة مرتب المدير العام إذا تم تصنيفها أو تبويبها على أسس نوعي فإنها تعتبر من بند الأجور أكيد لأن مرتب المدير العام أجر أما إذا تم تبويبها على أسس وظيفي فإنها تعتبر من التكاليف الإدارية والتمويلية إذن وظيفيا إداري وتمويلي لأن المدير يقوم بإدارة المصنع ككل وليس منتج معين على حدة إذا ربطنا مرتب المدير العام في علاقته بالمنتج فإنها سوف تكون تكاليف غير مباشرة ليش يا أخي الطالب أنه نربطها بتكاليف غير مباشرة لأنه من الصعب كما ذكرنا في تعريف التكاليف غير مباشرة أن نحدد حصة مرتب المدير العام لكل منتج على حدة وإنما إيش لإجمال المنتجات ويتم الاحتساب حصة كل منتج بالتخصيص أو التحميل على أساس مناسب كذلك أيضا في علاقته بحجم النشاط سوف يكون من ضمن التكاليف الثابتة حيث أنه إذا كان هناك إنتاج أو لم يكن إنتاج فإن المدير سوف يحصل على راتبه طيب بند الإعلانات تكاليف الإعلانات إذا تم تبويبها على أساس النوعي فإنها تعتبر من ضمن الخدمات طيب ليش اعتبرت من ضمن الخدمات؟ لأن الإعلانات سوف تساعد على تسويق وبيع المنتج وليس إنتاجه فاعتبره من ضمن الخدمات طيب إذا تم تبويب تكاليف الإعلانات على أساس وظيفي فإنها تعتبر من التكاليف التسويقية لأن الإعلان يعتبر تسويق للمنتج وترويج له عند المستهلكين أما إذا تم النظر إليها وتبويب الإعلانات وربطه بعلاقته بالمنتج فإنه يعتبر من التكاليف غير مباشرة وهو أيضا لنفس السبب المذكور في كل بند من بنود التي كان فيها غير التكاليف غير المباشرة أنه يصعب ربطها بوحدة المنتج الواحدة وإنما يتم تخصيصها أو تحميلها على جميع المنتجات أما من حيث علاقة الإعلانات بحجم النشاط فإنها تعتبر من التكاليف الثابتة لأنه سواء أنتجنا منتج واحد أو عشر آلاف منتج فإنه سوف تكون التكاليف التي هي 2 مليون ونصف ثابتة لأن الإعلان سوف يكون لجميع المنتجات وليس لمنتج واحد بالنسبة لعمولة مندوبي البيع إذا تم تصنيف تكاليف عمولة مندوبي البيع نوعيا فإنه من ضمن الأجور أما وظيفيا فإنه يعتبر من التكاليف التسويقية لأن مندوبي البيع وظيفتهم تسويق المنتجات وبالتالي فإن تكاليف عمولة المندوبين سوف تكون مصنفة ضمن تكاليف وظيفية من حيث علاقة عمولة مندوبي البيع بي المنتج يعتبر من التكاليف المباشرة ليش من التكاليف المباشرة لأنه أعطاني في المثال أو في الفرض أن عمولة مندوبي البيع 500 ريال لكل قطعة وإحنا إيش قلنا في تعريف التكاليف المباشرة أنه هي التكاليف التي يمكن تتبعها بطريقة ممكنة اقتصاديا إذن كل قطعة سوف يكون لها 500 ريال تكون لهذا المنتج صورة مباشرة ومحددة طيب من حيث علاقته بحجم النشاط سوف تكون تكاليف متغيرة ليش تكاليف متغيرة؟ لأنه إحنا ربطناها بالقطعة فإذا مندوبي البيع باع قطعة واحدة سوف يحصل على 500 ريال باع عشرة هيكون 500 في عشرة 5000 ريال وهكذا إذن تتغير بتغير حجم النشاط طيب عز الطالب إذا نظرنا أيضا إلى إيجار المعرض إيجار المعرض ممكن أن العملية الآن أصبحت أكثر سهولة من حيث التبويبات فإذا نظرنا إلى إيجار المعرض فإنه يتعلق بالخدمات من حيث التبويب النوعي يتعلق بالخدمات ليش بالخدمات؟ لأنه لا يمكن اعتباره من المواد أو من الأجور وإنما من الخدمات أي أن الإيجار يعمل على تسويق المنتجات ويخدم على المساعدة في عملية بيع المنتج طيب من حيث أنه وظيفيا التبويب الوظيفي فإن إيجار المعرض يعتبر من ضمن التكاليف التسويقية لأنه تم استئجار المعرض لتسويق المنتجات الرئيسية لشركة المؤيد لصناعة الخشب فتم تبويب وظيفيا ضمن إيش؟ البنود التسويقية تمام ننظر إلى علاقة إيجار المعرض بالمنتج قال ليها من ضمن التكاليف غير المباشرة ليش من ضمن التكاليف غير المباشرة؟ إحنا ما نأخذ باعتبارنا إيجار المصنع وإنما إيجار المعرض لأن إيجار المعرض هذا تعرض في جميع منتجات الشركة وليس منتج واحد فقط فيتم تحميل أو تخصيص التكاليف على جميع المنتجات بالطريقة المناسبة وليس على منتج واحد لوحده إذا نظرنا إلى علاقة إيجار المعرض بحجم النشاط فإنه سوف يكون من ضمن التكاليف الثابتة ليش من ضمن التكاليف الثابتة؟ لأنه سواء تم عرض وحدة واحدة أو مليون وحدة أو لم يتم عرض أي وحدة فإنه سوف يتم دفع اللي هو إيجار المعرض والمتمثل بالستة مليون ريال سنويا ننتقل إلى البند الأخير ضمن هذه القائمة وهو تكاليف مرابحات وعمولات البنوك إذا أردنا تصنيف هذه التكاليف نوعيا فإنه يتم اعتبارها من ضمن الخدمات ليش من ضمن الخدمات؟ لأنه هذه التكاليف تعمل على خدمة اللي هو المصنع ككل والمنتجات فإنها من ضمن الخدمات طيب إذا ربطنا تكاليف المرابحات شوف عزيز الطالب تكاليف المرابحات وعلاقتها بالوظيفة فإنها تعتبر من التكاليف الإدارية التمويلية لأنها تعتبر ضمن البنود التمويلية والإدارية فلا يمكن تصنيفها لا إنتاجيا ولا تسويقيا وإنما يتم تصنيفها إداريا وتموينيا أما بالنسبة لعلاقة تكاليف مرابحات وعمولات البنوك بالمنتج فإنه يتم تصنيفها ضمن التكاليف غير المباشرة ليش ضمن التكاليف غير المباشرة لأنه يصعب تتبعها لكل منتج على حدة وإنما كما ذكرنا سابقا يتم تخصيصها على جميع المنتجات بالأساس التحميل المناسب أخيرا في علاقة تكاليف مرابحات وعمولات البنوك بحجم النشاط فإنه يتم تصنيف هذه التكاليف ضمن التكاليف الثابتة حيث أنه سوف يتم احتساب هذه التكاليف سواء أنتجنا منتج واحد أو عدد من المنتجات أو لم ننتج سوف يتم إثبات هذه التكاليف حيث أنها ثابتة بإجمالها ولا تتغير مع تغير حجم النشاط نخلص في النهاية إلى أنه أنا عندي ثلاث أنواع من أنواع تبويب العناصر التكاليف عندي واحد تبويب عناصر التكاليف نوعيا اثنين تبويب عناصر التكاليف وظيفيا ثلاثة تبويب عناصر التكاليف وفقا لعلاقتها بالمنتج أربعة تبويب عناصر التكاليف بعلاقتها بحجم النشاط